صباح الخير يا أول كيف حالنا اليوم؟ أريد منكم يا قلب فتح كتاب العلوم كتاب الأنشطة والتمرين كتاب الأنشطة والتمرين على صفحة 21 21 اليوم هو الأربعاء التاريخ السادس عشر من كانون الأول لعام 2020 يا ماما هاي الدروس اللي قبل كلها أنشطة يا ماما عملية تعملها أنت في البيت بدنا نوصل هنا أرسم صور صورا تمثل ما أراه ثم أعرض نتائجها مع أم الطلاب هنا عبناء أنك أنت جبت صوص صغير يا ماما يعني عملت له زي بيت وحطيت له صندوق علبة كرتونية وحطيت إنشارة مية يعني أنت بدك تراقب الصوص بعد وضعه عندك في العلبة لعدة أيام اليوم الأول مثلا يا ماما كان حجمه صغير الثاني يوم كبر شوي اليوم الثالث كبر أكثر اليوم الرابع كبر بحجم صار أكبر شو دلالة؟ لأنه مع توفر الماء والغذاء والهواء أنه ساعده على النموة أنه يكبر حجمه أرسم دائرة حول الحاجات التي تلزم الصوص لكي يعيش مبينة كيف يحصل عليها السوص حتى ينمو ويعيش شو بده يا أول؟ هل يريد لحم؟ هل يريد مجرفة؟ لا يريد البذور للغذاء ويريد الماء لكي يشرب وينمو ويكبر مين اللي بحضروا ليها ويعطيها إياه الإنسان يوفر ليها يا أمي نقل بالصفحة يا ماما على مهارة المقارنة هون ماما بقول لك صورة لاحظ هاي الطفلة عمالها بتتناول طعامها ما حسن ويشي عمالها بتتوكلها بقول لك لاحظ الأسنان إنه أسنان الأمامية أو أنت وقف قدام المرأة بالبيت يا ماما أي مرأة عندك ماما وقف قدامها وفتح طمك بهاي الطريقة ولاحظ أسنانك لاحظ أسنانك بدك تلاحظ يا ماما إنه أسناني الأمامية تختلف عن أسناني الخلفية لماذا؟ شو وجه الاختلاف؟ لاحظ إنه أسنانك الأمامية عريضة وشوية حاد مع الأنياب هاي الله سبحانه وتعالى خلق لناها هكذا لماذا؟ لكي أقوم بتقطيع الطعام بقطع اللقمة من الأمام وبدخلها للأسنان الخلفية للمضغ شو المضغ يعني أقوم بطحن الطعام عليها أقوم بطحن الطعام عليها انظر ها هنا لديك مجموعة من الحيوانات تمساح دب زرافة وأرنب بقول لك قارن فيما يأتي بين صور الحيوانات كيف تتشابه وتختلف من حيث الأسنان هم مركزوا ماما على الأسنان بدك تلاحظ إنه التنساح هو التنساح من الحيوانات الغير أليفة والدب من الحيوانات الغير أليفة ما بقدر أربيها عندي بالبيت ليش لأنها تتغذى على اللحوم لاحظ ماما أسنانها إنها أسنانها لها أنياب وأسنان حادة طويلة وحادة لماذا؟ لتناسب أكل اللحوم بينما الزرافة برضو الزرافة ماما حيوان غير أليف ما بقدر أربيه عندي بالبيت بعيش في البراري بس لكنه هو والأرنب الأرنب حيوان أليف ما بقدر أربيه عندي بالبيت بس كلاهما يتغذوا على ماذا؟ على العشب على ماذا يتغذوا؟ يعني الزرافة والأرنب أكلات العشب النبات والدب والتمساح من أكلات اللحوم انظر هاهنا لهذا السؤال أكلات العشب وأكلات اللحوم مينموا أكلات العشب؟ برجوع إلى الصور اللي هي الزرافة الزرافة يا ماما والأرنب ما لهم هذولا ماما؟ من أكلات العشب من أكلات العشب كيف أسنانها؟ ما تختلف عن أكلات اللحوم؟ أنه أسنانها صغيرة و نوعا ما عريضة لتناسب شبه عريضة شبه شبه عريضة ليش حتى تناسب قطع الأعشاب لكن بالنسبة لأكلات اللحوم اللي هي التم ساح و من كمان و الدب من أكلات اللحوم كيف هي أسنانها؟ أسنانها كبيرة ولها أنياب حادة لماذا؟ لكي تقطع اللحوم بها أو جهج تشابه؟ كيف هي الزرافة والأرنب والتمساح والدب؟ بماذا يتشابهون؟ أنه جميع هذه الحيوانات لها أسنان لها أسنان ممتاز أستنتج نوع الطعام الذي يأكله كل حيوان الزرافة ماذا تأكل؟ لحم أو العشب؟ يا عين عليكم أضع صح تمساح لحم أو العشب؟ أنا أريد إياك يا قلب أنت تحلل لي لأن هذا كله أرصد علي علامات أتواصل مع زملائي مبيناً لهم أتواصل مع زملائي في الصف مبيناً لهم سبب خلق الله لكل حيوان أسناناً مختلفة عن غيره لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا ميز أسنان الإنسان عن أسنان الحيوانات الحيوانات بعضه عن بعض؟ لماذا؟ حسب نوع الطعام الذي يتناول هذا الحيوان نقل بالصفحة يا قلب التمرين أصل بخط بين المفاهيم بصور المناسبة لديك مجموعة من المفاهيم ووصلها مع صورتها أنا ما بدي أحل أنا بساعدك في الأشياء الساق وين الساق؟ بالنسبة للأشجار بوصلها بخط التربة وين؟ الثمار الأطراف آكلات اللحوم بتوصل إياها ماما سوف يتم رصد علامة من الأجزاء ضع دائرة ها هنا من الأجزاء الرئيسية في جسم الحيوان أهم إشي مش الأجزاء الصغيرة الجزء الكبير الواضح للكل ألا وهو يعين عليكم الرأس الأسنان العينام الفم هاي الأجزاء موجودة كل هواي موجودة في الجزء الرئيسي في الرأس تساعد الجذور النباتات على النمو عن طريق إيش؟ الجذور شو بتعطي النبات في الشكل كامل شو بتعطي؟ بتعطي هواء بتعطي ضوء بتعطي تربة ولا بالماء بتتمده يعين عليكم تنتص الماء عن طريق الجذور الجذء الذي يمكن الحصان من الحرك والتنقل ينتقل الحصان من مادبة مثلا لا معين لا أي مكان عن طريق إيش بتنقل الحافر الحافر جزء من الأطراف الحافر الذي يكون تحت جزء من الأطراف ماما أيوة الجذع عم الذيل بخلي يتنقل يمشي من مكان مكان انت كيف تبتتنقل عن طريق يا قلب الأطراف اللي هي الأرجل الشيء الذي لا يمثل ثمرة من الصور الآتية هذا ثمرة التفوح من وكلها البرتقال الخوخة هاي بنوقل ثمرتها لكن الخسة شو بنوقل منها يعين عليكم بنوقل أوراقها فهذه هي اللي محط عليها دائرة يا ماما اللي ما بتمثل ثمرة الجذع الذي يثبت الشجرة بالأرض في الشكل المجاوض هاي عندك شجرة هاي كجميع الأجزاء شو اللي بخليها ماسكة بالتراب وواقفة في الأرض يعين عليكم ألا وهي الجذور أقارن هاي عندك أصيسين قوارين زريعة هذا ما سقيته ماء لكن هذا سقيته بالماء شو رح يحسيه فيهم لاحظ هذا رح يذبل وتموت لكن هذه الأسقي هماء موجودة في الشمس رح تنمو وتكبر ويعين عليكم بتكتب ليك كما أنا عملت اذكر مدلولات الأرقام في الأشكال الآتية بلش من هون مثلا سفر زائد واحد احنا شطرين بالجميع أي عدد أجمعه مع سفر ولا اشي شو رح يبقى شو رح يبقى واحد شو رح يبقى واحد ايش هو هذا الجزء اللي بثبت النبات في الأرض يعين عليكم جو ذور لاحظة الجزء الثاني واحد زائد واحد شو بيعطيني اثنام خلنا نجمعهن أولا ماما واحد زائد اثنين هاي اثنين وواحد ثلاثة اثنين واثنين العدد ومضاعفه يعين عليكم اربعة هلا بنا نرجع اثنين هاي اثنين مكتوب هنا صنع الغذاء وين النبات بعمل أكله بطبخ أكله يا عين عليك الورقة ممتاز ثلاثة اللي بتنقل الماء للأزهر والأوراق شو هو اللي باخده من الجذور اللي هو ايش الساق بدي اشوف كيف تكتب لي اياها وأروعة التحول الى ثمرة الزهرة مش بتكبر تنمو بتعقد بصير ثمرة بعدين بتكت بنكتب هون زهرة عشو كيف شطارتكو حلولي اياها يا ماما ورسولي اياها عبر المنظومة حتى ارشد علامة عليها وشكرا اشتركوا في القناة